العرف وجميع أن بلادنا كتمر هدلأيام بظروف استثنائية والمعروف علينا كنديروا يدينا فيد بعضياتنا باش نتعاونوا وامتضامنوا هد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشي من كام غربة اللي ورتناها على أبائنا وجدودنا واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كي حدنا على التآخي والبدل والإحسان وحيث أملنا فيكم كبير سمعنا وكون معنا وخليك في الدار باب التبرعات مفتوح اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسنناش بلادنا أمانة فرقبنا وعندها دين كبير علينا وفي هد الوقت اللي خاصة نكون غير بحرارة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله يروى أن سيدنا سليمان عليه السلام في عهده كانت هناك مجاعة وسليمان حكمه كبير كان يحكم في الشام فيها العراق وسورية وفيها لبنان وفلسطين وأراضي أخرى ممتدة مملكة سليمان عليه السلام كانت طويلة وعريضة وكان هذا الملك النبي يتفقد الرعية في أوقات المجاعة وطبعا أيام زمان لم تكن هناك مواصلات لم تكن هناك سيارات ولا قاطرات ولا طائرات كانت هناك خيول وبغال وحمير وجمال الناس يتنقلون عليها أما سيدنا سليمان فكان يتنقل عن طريق ما يسمى ببساطة الريح كان ربنا عز وجل أعطاه سجادة كان يصلي عليها ويقيم عليها الليل لا يفتر أنه راكع وساجد فوق هذه السجادة وإذا بمرة يراها ترتفع خشي على نفسه فارتفعت به وصارت به في السماء فعلم أنها رزق من عند الله أعطاه الله مركبة بساط الريح كان يتنقل من مكان إلى مكان فصار سيدنا سليمان يحمل المتاع ويحمل الأطعمة ويحمل الأشربة ويوزعها على الأقاليم وعلى الأماكن السكنية الوحدات السكنية في القرى والبوادي في كل مكان كان سيدنا سليمان تنقل وقد نجح بقدرة الله لأن ربنا عز وجل أعطاه الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأعطاه الله سبحانه وتعالى قدرة على التحرق من مكان إلى مكان وسخر له الجن والعثاريت فكان سيدنا سليمان قام بالمهمة على أحسن ما يرام لكنه قبل بعد ذلك بدأ يفكر في حال الحيوانات فكان يقول البشر قد أطعمتهم فما بالو الحيوانات هناك عدد حيوانات ربما في مناطق فيها أكل فيها كلأ فيها عشب ولكن مناطق أخرى تبدو قحلة كيف سيأكلون وكيف سوف يشربون فكان سيدنا سليمان يحتار في هذه المهمة ماذا عليه أن يفعل فجلس بجانب النهر وأخذ يستريح ويلتقط أنفاسه فإذا به عليه السلام يرى نملة تسير وتدب فوق الأرض وتحمل معها قشرة خبز وتدفعها دفعا والقشرة أكبر من النملة لكن النملة لم تتعب كان يقول سليمان لعل النملة تشعر بفتور ولكنها كلما تعبت استراحت ثم أعدت دفع تلقى القشرة من الخبز فسليمان عليه السلام بدأ يتأمل ويتدبر وينظر ماذا سوف تفعل هذه النملة حتى وصل أتالي النملة إلى مكان فيه النهر حافة النهر وأطلقت حركات أصوات فخرجت ضفضعة صغيرة خرجت من النهر فإذا بيتقترب من النملة وتفتح فمها وتمد لسانها وتأخذ النملة وقشرة الخبز معها ثم تغوص تلك الضفضعة في أعماق الواد وتغيب لحظات وبعدها تعود مرة تانية وتخرج إلى شط ذلك النهر وتفتح فمها وتدل لسانها فتخرج النملة حية تتحرك لكن من غير قشرة خبز فتعجب سيدنا سليمان عليه السلام تعجب ما الذي وقع وكان عليه السلام يفقه لغة النمل فندها أيتها النملة تعالي وسألها ما الذي كنت تفعلينه وإلى أين ذهبتي ومشان تلك الضفضعة فأجابت النملة بلغتها وكان يفقه لغة النملي عليه السلام قالت يا نبي الله إني مسخرة ومكلفة من لدني الرزاق سبحانه وتعالى الله تعالى لا ينسى أحد لقد كلفني بأن أحمل تلك القشرة الخبز إلى سمكة عمياء سمكة صماء محصورة داخل داخل ذلك النهر بين السخور في سخور والسمكة دخلت هناك وأصارت محبوسة ما في لا طعام ولا شراب وهي عمياء وصماء من أين سوف يأتي رزقها من يرزقها من يتصدق عليها من يعطيها نصيبها الله سبحانه وتعالى لا ينسى أحد جلع له كلف تلك النملة لتبحث عن الطعام وتأتي به وكلف تلك الضفضعة أن تقوم بدور ناقلة تنقل النملة إلى المكان المرصود وتقدم لها طعامها وتعود من حيث أتت هناك سيدنا السليمان سجد لله سبحانه وتعالى وعلم بأن الرزاق هو يتكفل بكل خلقه الكل ربنا سبحانه وتعالى يعطيه ما يقدر أحد أنه يبقى بدى رزق حتى إنه قيل بأن كان هناك رجل وكان عنده أفكار إيديولوجية وأفكار فيها شك في وجود الله وما أكثر هؤلاء الذين يشكون في وجود الله ويشكون في الدين ويطعنون في الإيمان وفي القرآن لقد جاء الوقت لكي يضعوا أسلحتهم ولكي يسبحوا مع المسبحين ولكي يستغفروا مع المستغفرين رجل من هؤلاء كان أيضا عنده أفكار إيديولوجية مضادة للدين ولما سمع بأن الله تعالى هو الرزق قال أنا لا أريد رزقا الرزق لا أريده وأبطل بذلك بأن خالقكم هو الرزق لن يرزقني فمدى صنع هذا الرجل ذهب بعيداً ذهب إلى إحدى الأماكن الخالية وصعد إلى قمة جبل ووجد هناك غار ودخل إليه ثم قام بربط يديه وقدميه ربطهما وامتنع عن الطعام ده الإضراب عن الطعام وإضراب عن الشراب لا يريد أن يأكل هو رافض للوجود رافض للخالق وللخلقي قال لن أكل لن أشرب سأبطل هذه الفكرة بأن الخالق هو الرزق وبقي هكذا مكتوف الأياد والأرجل بدون طعام ولا شراب بقي اليوم الأول بالجوع وبقي اليوم الثاني يتحمل وجاء اليوم الثالث وبدأ يشعر بالتعب الشديد في تلك اليوم الثالث كانت هناك أمطار وكانت قافلة تمر قريبا من نفس المكان فأرد أصحاب القافلة أن يتوقعوا من الأمطار وجدوا الكهف فدخلوا الكهف لكي يستريحوا فإذا بهم يجدون هذا الرجل معصوب العينين ومقيد الأيدي والأرجل فقالوا لعل عصابة أو قطة طرق تعرضوا إليه وآذوه فقاموا بإنقاذه فكوا قيوده من يديه وقيوده من رجليه وفكوا العمامة التي كانت على عينيه العصابة التي كانت على عينيه ثم أرادوا أن يطعموه ويسقوه فأبى فبدأ يقاوم وهو متعب لأنه يرفض الرزق فإذا بهم قاوموا معه فأمسكه بالقوة وأدخلوا إليه الطعام أدخلوا إليه نصيب من العسل المصفى وصبوا عليه لبنا وأشربوه الماء لكي يتقوى قالوا ربما عنده هستيريا إنه يقاوم عنده هستيريا خاف من قطع الطرق وظننا نحن أيضا منهم فأرد أن يقاومنا فأمسكوا به بالقوة وأدخلوا إليه الطعام في فمه وجوفه حتى سرى العسل واللبن والماء إلى بطنه بعد ذلك جلس وقال علمت بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فنحن أي الأحباب الكرام عقيدتنا تعلمنا بأنه حتى في ظل الأزمات الكبيرة وحتى في ظل الصعوبات يبقى بأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين لا نخاف ولا نخشى وإنما ربنا عز وجل يسخر هذا لهذا سبحان من سخر هذا لهذا الله سوف تعالى يسخر الصالحين من عباده والكرماء من عباده للضعفاء والفقراء من خلقه فهذه مناسبة لعل الأستاذ كورونا يعلمنا جميعا كيف نغرس في قلوبنا عقيدة الإيمان واليقين سأستسمحكم أن أستعمل هذه المصطلحات المصطلحات الأستاذ كورونا كل يوم سوف نأتي بدروس جديدة وسوف نكتشف بأن كورونا هذا الذي هو جندي من جنود الله والذي لا يعلم حكمته إلا الله كان سببا في تعليمنا مجموعة من القيم ومجموعة من الأداب ومجموعة من السلوك لكي نعود إلى رشدنا فنحن محتاجين أن نتضامن ونتكاتف هذه اللحظة أيها الأحباب الكرام هناك إخوان لنا لا يجدون لقمة العيش محتاجين إلى سكر وإلى دقيقة وإلى زيت وإلى قطعة خبز وإلى شاي وإلى فاكهة وإلى شيء من اللحم لأنه مفيد أيضا للجسم هذه الأطعمة في أمس الحاجة إليها لماذا؟ لأن ضروفة نمر من صعبة من سيكون ذلك النملة الذي سوف يستعين بالله ويقدم هذه الوجبة من الطعام لإخوانه الضعفاء والفقراء والمحتاجين أي نعم لا نريد أن يخرج الناس من مكان إلى مكان نحن نعلم بأن الدولة الآن تفرض علينا جميعا حالة طوارئ لا ينبغي أن نخرج إلا للضرورة القصوى وعلينا أيها الأحباب الكرم أن نأخذ حذرنا لأن فيروس كورونا بدأ ينتشر بشكل مخيف ومرعب اليوم وصلنا إلى تجاوزنا مئتي وسبعين حالة علينا أن أن نأخذ حذرنا فكل من أرد أن يقدم المساعدة فليبحث عن المقربين إليه وليأخذ الاحتياطات الاحترازية وهي أن تبقى هناك مسافة الأمان بيننا وبين الآخر وأننا كل ما شككنا بأن لمسنا شيء مش ولابد نقوم بالغسل اليدين بالصابون والمعاقمات كل نصف ساعة نجدد غسل اليدين بالماء والصابون والمعاقم وكل نصف ساعة نشرب ماء الماء نشربه لأنه يسير في البلعوم ثم يزيل إلى المعدة حتى لو كان هناك أي شيء فالمعدة حاري بها أن تطحن المعدة سبحان الله في حامض لو وضعت فيها عضم فإن تقوم بطحنه فمجرد أن نشرب الماء لا نخاف كل ساعة نشرب الماء كلما لمسنا شيء نشكرنا فيه نغسل أيدينا بالصابون ولا نلمس عيوننا وألوفنا وجهنا إلا بعد غسل اليدين ونحترم المسافة للأمان وإذا وقع هناك عطاس لا قدر الله فالإنسان يمسك فمه وأنفه يحميه بمنديل ثم يلقي المنديل ويتنظف من جديد وسنكون في حفظ الله ورعايته فإخوانا لنا الآن محتاجين إلى الطعام والشراب مرحبا نحن نريد أن نسمع لو كان هناك أي مبشرات سنكون سعداء بذلك وأيضا هناك إخوانا لنا في مراكز تحاق دم يحتاجون إلى الدم فهذه المدة كان هناك تبرع مستمر متواصل هذه المدة قل المتبرعون والآن مراكز تحاق دم بالمملكة مجملها يعاني من نقص في الدم نفكر إن شاء الله تعالى كيف نصل إلى هذه المؤسسات ونقدم التبرع بالدم لمن كان عنده قدرة على ذلك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويرعانا في انتظار أن يفرج الله الهم وينفس الكرب وقريب إن شاء الله لحد الساعة المسؤولون في هذا البلد الأمين يقومون ب اجتماعات مكتفة ومشاورات لكي يتفقوا ما هي الطريقة السهلة لإيصال المساعدات المساعدات موجودة الحمد لله والخير كثير لكن كيف يمكن أن نوصل ذلك ننتظر الإدن من المسؤولين من خلال تعليمتهم وإرشادتهم وفي انتظار ذلك جميعا نبقى ننتظر رحمة الله والمدد من عند الله وذلك بالصلاة على مولانا رسول الله نكثر من الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وربنا سبحانه وتعالى كفيل بأن يفتح لنا ولكم جميعا باب الرحمة والخير والفلح السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة